اشتركوا في القناة 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 احساب تزين كل واحدة اللي بغاك فعلا ايه تزين كيبقى اختياري اه اصفه كدير اما فقوستات المساء كتجي لكوتي زوين الدرار الصغار فعلا النوع وفي انواع دي البسبوسة كين اشكال كثيرة نعطيك الوحدة المقلة فيتزا ايه كالطيب في المقلة او اخا كالطيب في المقلة وكتكمل طيبها بالفران يلا او اخا كتجي بحل دي المطعم كتجرقي كتجي تبارك الله زوينة فيها 300 قرم ديال دقيق معلقة صغيرة ديال سكر ساندة واحد البيضة ومعلقة كبيرة ديال حليب غبرة وشوية الملحة والخميرة ديال الضرع على حسب الزو وكنسدو وشوية الزطر كنحقوه مبيني دينو كنفرتو في دكا وربعة ديال معلقة ديال الزيت العادية كنحقوه كل واحد يبغى اما العادية اما البلدية ايه كنجمعو جميع ذلك المقادر وكنخليوها ترتاح من بعد كترتاح كنشدو ذلك العزينة كندروها كويرات بحل بطبط اما وكنسرحو كان قرصوها بحق بطلاك ايه من بعد كن قرصوها بطلاك كان تقبوها كان تقبوها كان البلد فرشيطة ايه ونعمروها بلشوية اللي بغوا المستمعات اللي بتوفر فعلا ايه من بعد كن نقرصو في ففصة ديك المقلاء وكان شعي وكان شعي وكان شعي وكان من بعد كن عمراء ديكل شاشو اللي بغوا كي يشعروا عليها الفورنو ايه من بعدها هي كطيب من التحت من بعد كطيب كتعاودي ترشي عليها الفرماج ايه تضيرها الفرماج تضيرها البنين ايه ايه ان شاء الله يجربها بإذن الله بارك الله عليك الله عتك الصحة نعطيك هذه نفس العجينة اللي أعطيت كل جرسة ديالها البيتزا تعمريها بزبن وصفرماج صافي واخا نفس العجين ديالبيتزا نعود لك العجينة فيها 300 جرم دقيق ومع القصغير سكرساندة وبيضة معلقة كبيرة ديال الحليب غبرة وقبصة ديال الملحة والخميرة هادي مكتديريش فيها الزعتر وربعه ديال معلقة الزيت العادية صافي كانت سرحوه ديال عجينة كله يكتسرحيها من اخليوها تكت خمر ومن بعد كانتسرحوها وكان ندروها في الطاوة وانتقبوها كامل تهيب الفرشيطة وكان شدودها كل حق ديال الجبن كله هو كتسرحي على ديال العجينة وكتسدي واحد الكيمية ديال الفرماز محقوق وكترشيه فوق ديال الجبن وكتدخليها الفران من بعد كانت طيب تهيض غياك الطيب وكتجي مقطنة من بعد كانت خرجها من الفران كترشيها بشوية ديال العسل ايه فعلا ديال الملوحة ديال الفرماج وجبن مع العسل كي يجي وزوينين بزاف وكتجي يعني بحل الفطيرة فعلا كتجي لديد الله عتك سحا كده اراع شغل نقول اكتبار كالله عتك سحا لا فعلا كتجي زوينه بزاف كتجي زوينه وهاته اللي يعطيك كراني كل شي مزربة هذا مافيش اكتبار كالله عالي كالله عتك سحا نعطيك الخبيزات بحل ديال المحلابات في ميتين وخمسين قرام ديال دقيق الفورس ايه ميتين وخمسين قرام ديال دقيق الفينو ايه في معلقة صغيرة ديال الملحة وجوج معلقة ديال الخميرة على حسب الجو ديال العجينة ومعلقة ونف ديال السكر ساندة كان خلطه كل شي مزيان بالمدافي تقريبا جوج كيسا ديال العنبة ديال الما حتى كان حصله على العجينة اه ارطباء كان خليوها عشرة دقائق ترتاح ونقطعوها كويرات كان نستعملوا الماء كان نستعملوا الماء كان نعاونوا بالمدد كيسا ديال كان نديرهم في الماء وكان نغطو الكويرات كان نغطو دقائق الكويرات في الماء ونفندهم بالثميدة او مدقيق ديال فينو ونخليوهم عاو تاني يرتاحو مرة اخرى ومن بعد كان نقرصوهم بالثميدة ولا دقيق ديال فينو ونخليوهم يخمرو وندخلهم الفران ايه بعد ما يخمرو يدخلوا الفران بحل ديال محلابات ايه خبيزات نعطيك واحد فقاس جديد بالكوكو ورقائق اللوز ايه ايه باقي ايهizing مع الملكة قطاعي بنا في ذاكل ايه يكي يجدون ان تفجروا فيه vEl وبحل بسكوي ديال بدراري صغير يجدون مواخا في خمسة ديال بيضات في مئتين وخمسين قرم ديال ثاني دة 400 تليل لزيت وجوج خمارة حمرين وجوج ديال فاني و 250 قرام ديال لوز إفلي و 300 قرام ديال دقيقة على حسب الخالص طريقة نخلطه البيض و السكار والزيت والفاني و جميع المقادر اللي عطيتك ثم و كان ديره الطحين و في الآخر كان ديره دقيقة و الخمارة و في الآخر كان ديره دقيقة و الخمارة و كان ديرهم حرابة و كان دهنهم بالبيض مخلط بالكاكاو و كان دخلهم الفران على حرارة متوسطة بيش ميتشقق لنا الفقاس و مني كان خرجوه مباشرة كان غطيه بفوتة مبليلة و تكون ناشفة من الماء و يباكلي و يباكلي لكاملة ففي و كي تقطع و ترجع تاني الفران يرجع تاني الفران باش يزيد يتحمر ايه يزيد يتحمر نعطيك واحدة ملسون مختلفة بيدون طورك كديزوينة ايه سهلة على المستمعات لا تكس حاط فضلي اول حزق غدين نحضره السائل باش غدين نجمعه العجينة هدل السائل كان ديروه من 3-3 كاس في هجوز ديال البيضات مع سوية ديال الملحة كان خلطهم زيان ايه مع مع معلقة كبيرة و نص ديال الخل و قفت على المبارد كان حركوهم زيان من بعد من شو المرحلة التانية كان ديرو 250 قرم ديال دقيق و جوج معلق ديال الزيت ايه في قصرية و كان ديرو 600 قرم ديال الزبدة ديال التوراك مهم ما غادش تجي لعجينة من قرمشة بلا زبدة ديال التوراك مهم 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 صفي و كان شدو ديك كان شدو ديك ديك القصرية اللي حطينا فيها الطحين كان شدو ديك الزبدة و كان نجيبوه حكاكة ديك الحكاكة مهم اللي عندها جهة غليظة كان ديرو الزبدة و كان نحكو ببت حين باش كد ضغيقة ضغيقة مفهوم ايه مني كتحكيها يعني كخرجوه صغار و كيدخلوه في العجينة مهم صب من بعد كان نشدو ديك كان شدو ديك زبدة كلها هي كان نحكوها كان خويو عليها داك الخالط اللي خلمي داك ديك ديك البيض و داك داك الخالط اللي اول صفي كان نجمعو غير بريوف ديال الاصابع كان نجمع بريوف ديال الاصابع من بعد كان نجمع بريوف ديال الاصابع فكان نجمعوها في بلاستيكا كان نجمعوها في بلاستيكا و كان ندخلوها لتلاجة ايه ايه و قد شدوها و قد تتسرحيها تتسرحيها بالمدلقة صفي و قد تدريها في تلاتة كانت تلاتة طويلة ايه رأك تقطعي ثلاثة و حيث هي تكون تلاتة طبقات ايه كنت غير من تستار كدريل كدريل أدري قد قرصي لاجينة و قد قد تقطعي و قد دري الثلاثة ثلاثة اخرى أه واخ صفي و قد تركيها كامل بالفرشيتين زيان خليها الفران صبق من بعد كتجي ديكل حتى كتشوفي هارا هات ميلة الحمورية بس كتجي مقرمشة صبق من قرب كتلع في هاتيك سوريا ارشي لي هاتي ثاني ده على ديكل عجينة الفران بس كتجي مقرمشة فاش كتقتل الموطرة ما كتلع ما كتتفرتج صبق من بعد كتل كنخلي وهاتي برد صبق من كنخلي خليل كنخلي كنخلي السابق كنخلي كنخلي یعجينة سيابنا اما هاته 3 طبقات كنخلي اللي فيه بيض بيضه ومع القضي الحامض او الخل وكنخلي كنخلي كنخل كان لديه هناك مالذيه فقط نقوم بأسفل من الخطوط وكان خطوط وكان لديه بعض الأشخاص وكان نقوم بأسفل وكان لديه بعض الأشخاص والذيه نقوم بأسفل من الملفة بالفعل هذا نحن أخير ما أعرفه فهو سهل هو سهل يمكن أن يستعنون براتما أن يتعلمون أن يكون الملفية سهلة و تريد أن يتبع المراحل كيف هي خاصة أن ينجح العجيل المورق بها الطريقة سيدة أرى لا أرى صورتها لا تكسحها سيدة أرى صورتها هذا ما يجب أن يكون هناك سيدة أرى أن يتبع المراحل كيفية تبع المراحل و تصدق لهم نعطي شوكولات الدهن أعطي المستمعات لا أعطي المستمعات أجدتك توجده يجب أن تفضل لا تكسحها أهلا أنت مستمعات قال لي معها أنهم كنتم اعطيتك قلت لي وأعطي شوكولات الدهن أعطي شوكولات الدهن من المستمعات أعطي أن تقصد إنه هناك كسب لهم إما لودة محمرة إما كوكاو إما بندق يكون محمرة أو يكون متحون كي تكون مستمعا احنا. 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 من بعد غادين نزيدو عليها ندوه بالشوكولات مع كاف ديال الحليب. سخون. ايه. ادو كل اطراف ديال الشوكولات. ايه. ديك اهوكا تقريبا ديك خمسة درحم ديال الشوكولات. ايه وخا. مع كاف ديال الحليب دخل. احنا. وكنزيدو وكنزيدو عليها كاف ديال الحليب غبرة. ناشف. وكنتديري علي الجوج معالك ديال كريم شنطية غبرة. ايه. وكنديري علي ربعة المعالك ديال شوكولات غبرة. وربعة المعالك ديال العسل او من فكرة الصغيل. صاف وكو تتحني مزيال في الخلاط الكهربائي وصاف وكو تجري فقر عقد ما كي يقلسه هو كي يزي. ايا. اوحا. ايه. 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 فعلا وسهل طريقة دياله. ايه. ايه. هم. لا كي يزيز وان غيري جربت وان زيه. الله تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحة. نشكرك بزافة على سعيدة الله يعطيك الخير ولا يعطيك الصحة وشكرا ليك بزافة على المشاركة ديالك اقتراحات اللي هما مجربيين منوعين نتمنى أنكم تكونوا سجلتم معنا هاد الاقتراحات وأكيد لأنه غدرت لقاو الحلقة يعني في موقع للا بلوس بوائما عقلو اليوم 23 في الشهر يعني الحلقة اللي دا سبعنا سعيدة فيها 23 في الشهر وإن شاء الله باش مباشرة يعني في الحلقات سرهم مباشرة غدي تلقوهم في موقع للا بلوس بوائما من اللي دخلو الموقع للا بلوس بوائما غدي تلقاو يعني الفقرات بما فيهم كتوبة حلقات للا مولتي غدي توركوا عليها مباشرة غدي تضغطوا عليها غدي تلقاو الحلقات وعقلو 23 غدي تلقاو كذلك الحلقة ديال سعيدة وديال المسامعات اللي شاركوا معنا دايك شعلات شيني في كل نهار عقلو فقط غير على التواريخ يعني ديال اللي بكنتوا باغين ورا غدي تلقاوهم ما بنسبة الوصفات اللي كنكتبو بالمقادر والطريقة راه دائما في موقع للا بلوس غدي تلقاو فيها اقتراحات وإلا بغيتوا الفيسبوك الرسمي ديالنا راه فيه تم ما يعني غدي تمشي وغير تزعينكم غير فوق فين كين يعني الفقرات مكتوبين فين كين أنا قاو ديكو روح داكت للا بلوس وصحة وجمال وحلقات للا مولتي ومشاهير غدي تزعينكم غير واحد شوية غتلقاو الفيسبوك يعني مكتوبة غدي توركوا عليها غدي تمشيوا مباشرة صفحة رسمية ديالنا ديال الفيسبوك اللي فيها المقادير والطريقة ديال الاقتراحات كثيرة وشيوات متنوعة كين اللي تيبغيهم كتوبين وبالنسبة اللي بغاهم فيديو أراه كيف قلت كيني نفحدكت للا بلوس في موقع للا بلوس بوائما نتمنى تكونوا كاتوصلكم هاد الأفكار ان شاء الله لأنه بزاف سيدات يبغيوا أنه يخليوا بعض تعليقات أو لبعض الاقتراحات في فيسبوك للا مولتي يعني ولكن ما تعرفوش كيفاش غديدخلوا لي نظرا لأنه كين صفحات كثيرة متشابهة اللي يعني عند السيدات فهدي أسهل طريقة هو أنكم من معني جوجل كتبوك www.lalaplus.ma هادي تلقاوا الموقع الرسمي ديالنا وفي الموقع الرسمي اللي هو lalaplus.ma كين F يعني فيسبوك هادك الرمز ديال فيسبوك مكتوبة F غيتوركوا عليها ديكم نيشان الفيسبوك ديالا مولتي وهكدا باش عرفو فين هو الفيسبوك الحقيقة الرسمي تابع الميد غاديو تابع البرنامج اللامولتي وتختاروا راكين وصفات اللي كنزلوهم بالمقادير والطريقة يعني مضبوطة باش تسافدوا يعني كل السيدات غدي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعين اللحظة وغدي نرجعوا مباشرة باش نتعرفوا على شكول المستمع المحدودة الفوز معنا اليوم في المسابقة اليومية غدي مشيو نتعرفوا على شكول المستمع المحدودة اللي ربحت معنا اليوم في المسابقة اليومية وفاية المستمع حمدي زاهرة من الدربيدة صباح الخير زاهرة صباح النار اسمحتي لبس عليك على خير الحمد لله نار كبير بس من الصوتك دي ما كان بغين تتعصله ما كيحابنيش الحمد الحمد لله بارك الله وفيك شكرا لك بزيف تمنى تكون على خير ومبرك عليك حمدي زاهرة ربحتي منتوجات تنظيف المنزلية مهدت من اكسيد والصور ديالك يعني دهزوا مباشرة لسحب القرعة وغدا ان شاء الله غادي نبدأ وغادي نتعرفوا على شكل المستمع المحدودة اللي ربحت اول طاقم ديالدهب نشمننا انه يكونوا نصيب كل السيدات بصحتهم وتبارك الله عليك على المشاركة ديالك مرحبا تحيتنا لك تحيتنا لك زاهرة حمدي من الدربيدة فحتى انتم مستمعين اللي بوتوا تربحوا بحل حمدي زاهرة وبحل كل المستمعات اللي يشاركوا معنا طيلة هاد المسابقة بحافة مع عليكم إلا تبعتوا بصور فيها المنتوج ديل الاكسيت ينتموا منوضفتوا به اللبلاسة كذلك لنتموا منوضفتوا ووريقة فيها سمية والكنية والمدينة ديالكم يعني صورة فيها كل شي فيه المنتوج فيها البلاسة اللي نوضفتوا وفيها سمية والكنية وهذه الصور بعتوهم لنا على الرقم دي الواتساب لسبح كل المستمعات كنظر كيعرفوه اللي هو 056-57-80-70-55 الرقم دي الواتساب في نصفته هالتصور هو 056-87-70-55 غدا إن شاء الله يوم الأربعة بإذن الله غدا يكون أول اختيار دي المستمع المحدودة اللي ربحات في المسابقة اليومية واللي في صاحب القرعة تختارت على أنها تكون من نصيبها طاقم دي الدب نتمنحة سعيد لجميع مستمعات للمولاتي من خلال هذا المسابقة إذن مستمعنا وصلنا للمسابقة اليومية يومياً كنختار مستمعاً اللي كتبعت لنا دائماً باقتراحات وشيوات متنوعين غير صور ديالهم مرفوقين يعني بالمنتوج كتبعتهم في الرقم دي الواتساب وكل نهار كنختار مستمعاً الشيوات ديالها لأنها دوزهم من خلال برنامج المولاتي باش يستفدوا كل السيدات فاليوم ربحت معنا المستمعات لبنى اليوسفي يعني لبنى اليوسفي شاركت معنا بكيكا ديالتفاح مميزة جداً لأسف غير ما يعني نتواصلوا معها لأسف ما كتجاوبش وأكيد على النورة اللي غالي تلقى رقم دي الميت راديو غالي تعاود ترجع تواصل معنا وخلال هالأسبوع ندوزوا الاقتراح ديالها اللي هو كيكا ديالتفاح فتحيتنا للبنى اليوسفي ومبرك عليك لبنى ربحتي منتوجات متنوعة مهدات من دامتي وإيديال باش ديالتبيني الحدقة ديالك بهم ونتمنى دبكة تواصل معنا لبنى واخا غدين نفاصل مستمعينا وغدين نرجعوا باش نتعرفوا على الكيك ديالتفاح من عند المستمع المحدودة معنا اليوم في المسابقة لبنى اليوسفي إذن راه معنا لبنى اليوسفي مباشرةً افتصال هاتفي باش توجلنا القتراح ديال كيكا بالتفاح قالوا لبنى لا بس عليك اسلامة مقبلوحنا كنتواصلوا معك والأسف مقبرشين الخرم لا ما كنت مشكلة هذاك ما كنت مشكلة دوا الظروف ديال المباشر مبروك عليك ربحتي معنا منتوجات متنوعة واتبارك الله عليك على القتراح لبنى اليوسفي شاركتي بالكيكا ديالتفاح اليونسي 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 واخ مرحبا الله يبرك فيك اعطي المستمعات الاقتراح ديال الكيكا بتفاح لي قدمتي اها مرحبا ايا الكاس ديال خلط الكهراء باقي كنديرو كاس ديال الزيت يدقيه ديال كاس ديال العنبة ايا كاس ديال ثانيدة وكاس ديال الحليب وفاتش ديال فاني ديال ايديال وجوز فاتشية ديال فلو ديال ايديال كاراميل حجم صغير اللي تيبر درهم وخمسين ايا ومعكاس ديال الحليب ديال قياس ديال العنبة طفي كان نكسي واتشي كامي في الخلط الكهربائي ديال احتكيت من غنجالين الخالط مزيان حجم صغير اللي تنيني هدي كل اللي تنينيه قاعدو الحليب الهوكسي جوج البيضاد بيسادة الليلة جوج البيضاد طبيبس البيضاد قاعدو كل شيء مزيان قاعدو لليه كاس ديال الياغورك ديال البانان قاعدو مكسي كل شيء مزيان كنا نصبو هاد خالط فوحد الانع وكنزيدو اللي جوش كيسام ديال فورس حفوان كما قلت بك اللي ضربنا في الكاز ديال الخلاق مضربنا كاز سانيدا وكاز الحليب وكاز الزيت وجوج صاشي ديال فلون ايديال ديال كراميل وصاشية ديال الفاني ديال ايديال هاد الخالط هادا هنحيدو منه كاز ايه قلتها لنا اهه اه هنبلي ما قلتها لنا اهه لا لا قلتنا نتوكل علي قلتها لنا ايه ثافي يصيبو هاد خالط هادا هنصبوه فئينة هنديدو علي جوش كيسام ديال ديال فورس و جوش خمارات ديال اديال اديال وغاد نغرب لهم ديال على طوار الانعباد ايه ايه ضروري نضيبو على الخالط غير بالفوق الديال ايه les good طراب ديال خالط تفاك ديال بحوان عملون جيكو الشين ديال هكون عندنا واحد مولد اندون ديال مرشوش بالدقيق هنصبو الخالط ديال نخليوه جانبا نقطع الشرائح للتفاح كما معرفون نستفوه ساير ضاير على الوجه الكيك وندخلوها الطيب ممكن اننا ناخدو واحد شوية ديال السكرسة ندخلتو مع واحد شوية ديال الخرفة ممكن بلاش ونرشوه على الوجه ديال هادك تفاح ديالنا اللي احنا فنال وجهة ديالكيك صافي ما غادرت بالكيك ونخرجوها مباشرة وهي سخونة هنضغنوها بالكس اللي بقالينا ايا وهي سخونة هنبيكيوها غير واحد شوية بالخرفة ونزينوها ديزامون ديفيلي اولا بكوكو ايفيلي اولا كونكافي مهم كيبقى على حسب الموجود وحسب الرضا والحمدلله هاللي يعني شفتي التليفون ديالك ومبقى سيلانسيو وخذينا هاد الاقتراح لانه فعلا في الصورة كاتبانزوينة وبغيت المسامعات على انهم ان شاء الله يعرفوا المقادر والطريقة ماتكس حالوبنا تبارك الله عليك لوبنا اليونسي شكرا لك بزاف ومرحبا بك دائما بالمشاركة ديالك فحتى انتم مستمعين شاركوا باقتراحات وبعتوهم لنا على الرقم ديال الواتساب ويوميا المستمعة تختار على انها تقدم الاقتراحات ديالها مباشرة من خلال برنامج للا مولتي وما تنسوش على انه اهم حاجة انكم ممكن بسهولة تربحوا مضمات ديالدهب يعني الطريقة سهلة ديال المسابقة غادي تاخدوا غير جوج غلافات ديال دامتي مع جوج الغلافات ديال يعني ربعة ديال الغلافات منوعين ما بين جوج ايديال و جوج دامتي وغادي تديروهم في البرا يعني في جوة وغادي تسدو عليهم وتسافتوهم على الصندوق البارد واللي هو العنوان ديال ميد غاديو غادي تتعقله على العنوان ميد غاديو فادي ازرقتونيِ خمسة وخمسين تابق الخمس الداربي دا العنوان في ان تصافتو لنا هاد اربعات الغلافات يعني جوج ايديال و جوج دامتي تديروهم في برا و تصافتوهم على الصندوق البارد الانوان ميد غاديو اللي هو اداعب ميد غاديو فادي ازرقتوني خمس وخمسين تابق الخمس الداربي دا قد ما دعفتو لحضو ديالكم في المشاركة يعني على اساس سيده لسافتات مثلا برا واحدة في هربعات الغلافات ماشي بحل السيدة اللي سافتت مثلا عشرة ديال براوات فيهم يعني كل برا في هربعات ديال الغلافات يعني المسابقة العادية كالضمن على انهم اللي يكونوا كيكون الفرز باش يعني يختاروا وحدة من البراوات يعني ممكن لانه تكون محدودة انها تز لانه بعتت بزاف ديال المرات بالنسبة الناس اللي ساكنين في الدربة ده والنواحي ممكن انهم يجيوا مباشرة لمقار ديال ميد راديو وينزلوا هذك هذك البرا اللي فيه القانون ديال المسابقة بزاف ديال المسامعات يعني اللي قراب للدربة ده وجوا عنا الراديو غير هو ما فهموش خالوا المسابقة على اساس انهم فكوا البرا وان كان يعني جاي بينهم فتوحين الحمد لله اللي جاي بينهم فتوحين يعني باش يحتيت شاوروا عدك الساعة يعني ينزلوا هذ البروات عنا فكان بعض السيدات اللي مثلا ديرا في كل جوا يعني في كل جوا ديرا غيجوج الغلافات كل جوا ديرا فيه جوا ديرا فيه جوا ديرا فيه جوا فقانون المسابقة باش منلي لانه راه ممكن مثلا شي سيدة في الفرز تزليها برا ديالا ولكن الى ما كاتش محترم قانون ديال المسابقة غادي تلغى يعني الفوز ديالها فحاولوا انكم تردوا البال غير جوا واحد ديروا فيه جوج لغلافات ديال مع جوج غلافات ديال دامتي اكيدا لانه يوميا كاتستعملوا هذ المنتوجات فبقوا تخليوهم يعني ما ترميوهم وش خليوهم وخدوا جوايات وديروا ربعة جوج الغلافات مع جوج الغلافات وما ربعة الغلافات منوعين جوج إيديال و جوج دامتي ونزلوهم وصدوا البرة وصفتوها العنوان دي الميت غاديو واللي قريب لنا يجيبها مباشرة راه مازال يعني منا الشهر باش نتعرفوا على شكل المستمع المحدودة باش تفوز معنا بمضم ديال ذهب ونتمنى حتى تسعيد لجميع مستمعات للمولاتي توصونا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر لحظات وغادي تكون حاضرة معنا خبيرة شعر والتجميل حرية شوية باش نكملو في موضوعنا حاول كيفاش نعالجو البشراء خلال الفصل الخريف وفي نص الوقت نستقبلو مكلمتكم الهاتفية ومرحبا بكل تسألتكم التجميلية على 05-22-88-00-60-61-62 قبل غادينا نعود جوج الاختراحات اللي دزوم على اليوم والشوكولات الدهن من سعيدة مصمرة والكيكة ديالتفاح ديال المستمعات الليبناليونسي باش تجربوه من شاء الله غادي نبدو بالكيكة ديالتفاح غادي ناخدو كاس ديالعنبة يعني كنعبرو بلكاس ديالعنبة غادي ناخدو كاس ديالزيترومية كاس ديالسانيدة كاس ديالحليب سائل وصاشي ديالفاني وجوج صاشيات ديالفلان كاراميل لكي دير درهمونس وكاس ديالحليب عن مقادير قلنا كاس ديالزيت كاس ديالسانيدة كاس ديالحليب ساشي ديالفاني جوج صاشيات ديالفلان كاراميل اللي كي ديرو درهمونس دك صغار هاتشي كله غادي نطحنوه في الكاس الخليط الكهربائي والابطراب الكهربائي يتخلطو ويتطربو مزيان من اللي تخلط لنا هذا الخليط مزيان ديالزيت وسانيدة والحليب والفاني وجوص الشيات ديالفلان كاراميل من اللي تخلطو لنا غادي ننقصو كاس ديالخليط حتى ضيف بفتلاجة وهذا كالخليط اللي بقالينا غادي نزيدو علي جوج ديالبيضات وقبيصة ديالملح ونطربوه مزيان من بعد نزيدو كاس دياللياغورت بالمداق ديالبانان بالنكاد البانان ونخلطو نزيدو كاس ديالما عادي من روبيني ونعودو نخلطو مزيان ونطربوه ومن بعد من اللي تخلط لنا هات الخليط قدي نخويه في واحد الإناء ونضيفو لي جوج الكيسان ديالعنبا ديالتحين فورس مع جوج خمارات حمرين ديال حلوة مغربلين مزيان يعني مغربلين نجوج تلتا ديالمرات قد ما كانوا مغربلين قد ما كدين الكيكام هويو كدينة مزيانة ونغربوهم مزيان ونضيفو دوك جوج كيسان ديالتحين فورس مع جوج خمارات ديال حلوة قلنا مغربلين من قبل وكننخلطو هاد المرغي بسباتول مع القادل خشب او لبطرب العادي اليدوي مباشرتان علمي كان نخلطو هات شي كله مزيان ديك ساعة يعني كناخدو القلب ديال كيك المول اللي غادين ندخله الفران ندهنوه بالزيت او لاب الزبدة ندرشو بشوية ديال الطحين ونفرغو هاد العجين ديال الكيك بطريقة العادية ناخدو تفاحة ولا جوج ونقطعوهم نكشروهم ونقطعوهم على شكل هلاليات هكا بحل ورقة يكون ورقة ونستفوهم على الوجه ديال الكيكة على شكل وردة وحدة متكي على الخرى حتى نكملو ذاك الوجه ديال الكيك ممكن انكم تغطيوها كاملة ممكن انكم ديرو غي الدورة على حسب ممكن ان تغطيوها على الدورة اللي ما تيبغيش تفاح بزاف ممكن انه يديرها على الدورة واللي يعني كيبغي تفاح راه يديرها كاملة لانه كييوزوين بزاف هاد الكيك ديال التفاح فكيبقى على حسب الاضواق ديالكم لحسب الاختيار ديالكم مالين نستفو هادوك الوريدات ديال التفاح مباشرة يعني ندخلوها الفران باش الطيب وتحمل لنا كيف ممكن لانه فوق هاداك الوجه ديال الكيك لانه فوق هاداك الوجه ممكن ان وهناك ديال الفاني لتبغيش مع القرفة اما نديرو مسجل سانيده مع القرفة اما نديرو المذي اللون الفاني لتات لثانيده سكر الفاني اللي من سانيده لنق froze ناخدوها enhance ون seconds لانه الرغم العام نلعبه هو الفاني أو نفعل فانيه ويظهر فكيبقى على حسب الاختيار وكاترشوها من فوق وكتدخلها الفرانتك الطيب وكتحمر من اللي كان نخرجوها ديك ساعة وكننطقوها واحد شوية غير ليش نخويه في هاداك الكاس اللي نقصنا اللي درناه في تلاجة تكو غير واحد شوية بالكيق دون رقيق وما نحلوه بزاف يعني حتثن نخليه بشكل ديلا ونطقوه غير واحد شوية وكنسقوها به هاداك الكاس اللي احنا نقصنا ودك ساعة نرشو باللوز محمار أو للوز كونكاسي محمار أو لأي حاجة بغينا أو لقرقاء مصهر شوية ومهرمش يبقى على حسب الاختيار ديلكم تجي كيكا زوينة وسهلة في تحضير ديالها ونتمنى تكون وصلتكم الفكرة وتحيتنا لصاحبة هاد الكيك بتفاح لوبنا اليونسي بالنسبة للشوكولات للده اللي نبغي أنكم جربوا لويداتكم شكل مختلف دي السعيدة مصمرة فغالدي ناخدوا كاس للعنبة لللوز أو لكاوكاو أو للبندق على حسب اللي متوفر عندكم وكل مرة مثلا نغيروا مرة ديروا اللوز مرة كاوكاو مرة البندق غالدي ناخدوا داك الكاس دياللوز مثلا غالدي نحمرو ونتحنوه مزيان يكون مليه المطحون يعني محمار قبل سواء لوز ولا كاوكاو ولا بندق محمارين قبل ونتحنوه مزيان فقلنا كاس دياللوز محمار ومطحون مزيان نضيفو له نسكاس ديالزيت الرومية ودائما كان عبروه بالكاس العنبة نضيفو نسكاس ديالزيت الرومية ونتحنوه حتى يقول لنا بحل الكريمة بحل آملو يعني حتى يتخلطينا داك كاس دياللوز اللي هو محمار من قبل ومطحون مزيان وضفنا لنسكاس ديالزيت الرومية فمليكا نطحنو حتى يقول لنا بحل آملو بحل الكريمة ناخدو في كاس رون العافية مهيلا هدي نديرو كاس ديال الحليب ونزيدو لخمسة دراهم ديالشوكلاة أو لأي نوع ديالشوكلاة طريفات نزيدوها على داك الحليب ونضوبو يعني حتى يدوب لنا ومازال سخون يعني كنضيفو على هاتك الخليط ديال اللي ولينا بحل آملو بحل الكريمة ديالزيت مع اللوز محمار ومطحون من بعد كنزيدو على هاتك الخليط كاس ديال الحليب غبرة جوج معالق ديال بودرة الكريم شونتي اللي كتبع في الكارتونة ربعات المعالق ديالشوكلاة الحلو وربعات المعالق ديال العسل او لسكر غلاسي اللي متوفر فقلنا غدي ناخده كاس لعنباد اللوز محمار ومطحون مزيان نضيفو رينس كاس ديالزيت الرومية ومطحونه مزيان حتى ولي بحل الكريمة بحل آملو من بعد غدي ناخده كاس رونة العافية مهين نديرو فيها كاس الحليب في خمسة دراهم ديالشوكلاة او لات طرف كبير ديالشوكلاة غدي نضيفو على داك الحليب وندوبوه مزيان من بعد ملي دوبنا هاداك الخاليط غدي نزيدو على الخاليط اللي ولي ولي النبحة الاملو اللي هو الزيت مع اللوز مطحونين من اللي نزيدو هاد الخاليط نزيدو كاس ديال حليب غبرة نزيدو جوج معالق ديال كريم شانتي بودرة اللي كيتبع في الكارتونة نزيدو ربعات المعالق ديالشوكلاة حلو وربعات المعالق ديال العسل او لسكر غلاسي ونطحنو هاد شي كلو مزيان ونحصلو على شوكلاة للدهن بطريقة اللي هي ساهلة يجي معلك لانو فيه شانتي في الحليب غبرة فهدو هما المقادر كاس ديال لوز مطحون ومحمر من قبل نزيدو كاس ديت الرومية الشوكلاة طرف منو كندوبوه مع كاس ديال الحليب وهو كنضيفو على الخاليط كاس ديال حليب غبرة يعني الحليب مجفاف بودرة كاس منو جوج معالق ديال كريم شانتي حتى هي مغبرة بودرة ربعات المعالق ديال العسل اولا نعودو بربعات المعالق ديال السكر غلاسي وربعات المعالق ديال الشوكلاة الحلو هادو هما المقادر ديال الشوكلاة للدهن والطريقة ساهلة ونتمنى انكم تجربو هاد الاقتراح فاصل غنائي مستمعين وقبل انبغي نقول مستمعات بالنسبة للمصممة ديال بلغة اللي كانت البارح حاضرة معناك ضيفة للا مولتي فهدوك التسجيل بالكامل اللي صورناه فيديو بالاضافة غادي تلقاو حتى يعني الصور ديال هاد الموديلات ديال انواع ديال البلغة بشكل عصري وبشكل يعني تقليدي راه غادي نزلوه دابا هاداك الرابط باش انكم تدخلوه تشوفو غادي نزلوه يعني في موقع للا بلوس وحتى في الفيسبوك راه غادي تلقاو هاد البلغات بشكلات مختلفين باش عارفو علش كنا كانت تكلموا البارح يعني صوتوا صورة اه نتمنى انكم تكونوا كسفدوا معنا دائما وده بغضين توقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشرة يعني باش نتكلموا على كيفاش نعتني والعالجوا البشرة ديالنا خلال فاصل الخريف رفقات حرية شويخ خبيرة شعر والتجميل ورشنا لكم مستمعنا دائما من خلال فقراتنا المتنوعة ومعنا خبيرة شعر والتجميل حرية شويخ أهلا بك حرية صباح النور سناء صباح الخير لابس عليك على خير تحية لك كل مستمعنا مستمع شكرا لك نكملوا في موضوعنا دائما حول كيفاش نعتني بالبشرة ديالنا وخاصة خلال هاد الفصل خلال الفصل الخريف وتكلمنا على الأسباب اللي ممكن أنه تعطي هاد المشاكل تجميليات ديال البشرة خلال هاد الفصل بالتحديد عرفنا كذلك كيفاش ممكن لأنه نهتموا بالبشرة ديالنا وبأقنعة فغادي نكملوا على العناية الصحيحة اللي غادي تساعدنا على أنه نعتنيوا بالبشرة ديالنا بطريقة صحيحة بالفعل تسأولت كثيرا جاتني في هذا الموضوع وخاصة على البشرة احنا البشرة قلت لك كتأثر يعني كل فصل كتأثر بالجوم معيان وكذلك باستعمالات الخارجية بعض الموض التجميلية هنا سيدة بعض المرات في هذا الفصل هذا كيتعرضوا للجافاف البشرة والحميرات ديال البشرة احنا كنعرفوا الجافاف ديال البشرة والحميرات ديال البشرة أولا الحميرات نعرفوا السبب دياله إما كتكون الحساسية ديال البشرة البشرة ممكناش نوضع عليها شي مكوين ولا شي قناع ولا بعض المرات كتتتعرض البشرة السخونية وكتخرج البرودة هذا كيكون واحد المشكلة فعلا وأهم حاجة أهم حاجة أن الجسم كيكون فاقد بزاف ديال الفيتامينات والبروتينات اللي هي كتكون يعني واقية الخلايا اللي كتخلي البشرة يعني متلاحمة ومسدودة مزيان وكتعطينا ذيك المرونة وكتعطينا ذيك القوة ديال البشرة بالنسبة الأهم حاجة كذلك هي التغذية لأن التغذية تغيير من الفصل لفصل وفصل الشتاء يجب أن نكون واحد تغذية معينة والتغذية اللي كتعاون الجسم باش كيدير المجهود دياله لأن نملك نعطيه التغذية للجسم كاملة على حسب الفصل يعني هذا الفصل محتاج البروتينات محتاج الفيتامينات والفيتامينات للجسم محتاج لها في كل فصل يعني وخاصة المشروع الفيتامين سي الفيتامين ك هذو فيتامينات مهمة اللي خصومكم حاضرين في التغذية وفي الأقنعة الخارجية مليك نقول إن أقنعات الخارجية أن أي قيناع ادرناه على البشرة وخاصة في هذا الفصل يكن تشبع مزيان بالفيتامين أ و الفيتامين سي المكونات اللي كنت ادرها فالأقنعة ستكون فيها الفيتامين أ والفيتامين سي. الفيتامين سي موجود في جميع الخضر وموجود في جميع الفواكه. الفيتامين سي علاش لان الفيتامين سي وكي حفزنا الانتاج الكولاجين في الجسم. إلا يفقدنا الفيتامين سي رغم طبيعة الحال هذي هذي يتقلال الكولاجين في الجسم ده ولو انه السن مازال صغير. يعني احنا كنعرفوا الكولاجين كيضعف مع 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 العمر ومن بعد من قطاع الدورة الشهرية. وعد بالاضافة اللي اسمحتها حرية هذك فيتامين سي يعني كيساعد على امتصاص الحديد بالنسبة للناس. بالفعل. يخافوا يعني من فقر الدم ومن الحديد. انه بزاف سيدة دبكت وكانك ناكل مزيان كدن انه كتاكل يعني كل ما هو يعني غني بالحديد. ولكن يعني الاطباء ما كيستفدوش من. دروري خاص فيتامين سي كن حاضر مع هذيك تغذية باش يساعد على امتصاص الحديد في الجسم. بالفعل ونحنا كنعرف الفيتامين سي ماشي اناني كن نخصني الفيتامين سي بعد كمكملات ما عمرنا كناخدوها بالفعل مكملات ما عمرنا كناخدوها من رأسنا. دائما استشارات طبية لان المكملة كتتعطى على بزاف ديال الاعتبارات كيكون الانسان مريض عنده علاجات كيموية عنده بعض الامراض اللي كيستعصى الجسم باش يكون عنده واحد القوة يقدر يخدم بالطريقة دياله الطبيعية كنحاولوه نزوده بذيك المكملات. وما تكونش مستمرة يعني مكملات عنده واحد الوقت معين اخصا نوقفها. عكس المواد طبيعية مثلا اخذينا كاس ديال عصير الليمون يمكننا ناخدوه غدا. يمكننا ناخدوه جوش كيسا عصير الليمون فالنهار ماشي مشكين مغان ما يكونش عنا ضرر. عكس ما كناخدو ذاك الفوارات اللي كتكون كتبع في السيدالية كمكملات غذائية. ناخدوه بحدا باش لضافيها الخضراء ونضيرو معها كيوي ولا مثلا الفلا غنية بفيتامين سي يعني خاص يكون دك طبق. القشور ديال الليمون القشور ديال البرتوغال منيك نشفوه ومنطحنوه ونضيروهم في القرعة ديال زجاج في المطبخ. هذيك نضيروها في الشربة ديالنا ونضيرو الحريرات نضيرو معلقة منهم. نضورو بهم الحريرات نضيرو الطاجين ديال الحوت نضيرو معلقة ديال هذي القشور هذي. بالنسبة للأقنعة كذلك ما عادي نعطيبك خاخات اللي غادي يتعاوننا بزاف هذي الفصل هذي المشكل ديال الحميران. بالنسبة للكلاجين غالبا الناس منيك توصل المرأة الواحد السين معين. تلتجأ البعض مع هاي التجميل باش مجرد ما كتشوف ذاك الخطوط الرقيقة بنتلع للوجه ديالها. تلتجأ المعاهد ديال تجميل وللأسف انه ما كتكونش عندهم دراية بهذا الحقن. وكيضطروا باش كيحقنوا الوجه بهذا الحقن بهذا البروتينات اللي كتخلي البشراء شباب يعني في مظهر شبابي. العكس سيداتي الحقن دائما كتقدر باستشارات طيبية وعند اختصاصي ديال الجلد. لان بعض الحقن كخصص تكون يعني التخدير موضعي وكتكون ذاك الحقن باش كتكون يعني كتتعطاع لحسب البروتينات اللي عندك نتيف الجسم ديالك. يقدر يكون عندك مشكل فقط ديال الجفف يقدر يكون عندك فقط إذا صحة التغذية لك رايقدر تعجيزك الخطوط الرقيقة. ماشي مجرد ما تبقى الخطوط الرقيقة نمشي للماركز ديال تجميل ومعهد ديال تجميل عندهم بعض الحقن. قبل ما ندير هذا الحقن أولا استشارات طبية نشوف الملاكزة اللي وش هي هادي كوش الجسم ديالي كيتغدى يوميا بالفيتامينات اللي خص البشرة ديال تستفد منها. يعني واش كنشرب المام زيان واش عندي ما عنديش مشكل صحي. هادي المسائل كل لغس نحتان تأكدوا منا عاد كنلتجؤوا لهذا الحقن اللي كتجردنا من هاد التجاعد هادي بالنسبة للحميرات. غالبا نصف هات الفصل كيحسوا بالحميرات ديال البشرة. الحمرات ديال البشرة دائما باش كنا نتغلبوا عليه. دائما نحاولو نديرو بخاخات تكون باردة تكون عندنا فتلاجة وبخاخات طبيعية. ما لتجؤوش لاي مكون فيه مواد كيموية ولا مواد حفظة. بخاخات اللي كيمكننا نستعملوه هنا اهم حاجة اللي اعطيتها اللي نعطيها اللي مستمعات ولي غالي لقوا عليها استحسن. اللوز والشوفان وحليب السوجة يعني حليب السوجة. احنا عارفو الحليب السوجة ديال موجود في الاسواق. وحتى السيدة اللي بغت دير الحليب ديال السوجة الراسة. كنحاولو ناخدو كاز ديال السوجة. كنفزقوه في جوج كيسان ونص ديال الماء. كنخليه وهيبات. كنفزقوه في ذاك الماء. ومن بعد كنصفيها كتعطينا ذاك المكوين ديال الحليب. كناخدو منو جوج معالق مع معلقة ديال اللوز مطحون مع معلقة ديال الشوفان. من اللي كنتحنو ذاك السوجة. ذاك الحليب اللي كيهبط كناخدو منو جوج معالق مع معلقة ديال الشوفان مطحون. مع معلقة ديال زيت اللوز. وكنكملو بكاس ديال الماورد. وكنخليوه في تلاجة. هدا بخاخ. الناس اللي عندهم مشكل ديال الحميرار. يبقوا كل اللي لا يرشو به. وفي الصباح من اللي نوضو يحاولوا رشو به البشرة ديالهم. ويمسحو بالقطن ومن بعد الدير واقي الشمسي. بالنسبة للأقنعة. اللي كتحدنا بهاد المشكل ديال الحميرار. انا كنعرفو الحميرار كيكون ناتج اولا. اما على حساسية البشرة. ولا مشكل صحي يعني كين بزاف ديال الاحتمالات. ولا اه مشكل ديال بعض الاستعمالات اللي كتكون البشرة حساسة. وكنستعملو لبعض الكريمات اللي هي في مواد كيموية. وكتزيد في الحدة ديال التهيوج ديال البشرة. فتعطينا هاد الحالة ديال الحميرار. احنا نحاولو ندركو الموقف باوة طبيعية. ما كيكون عندها حتى شي تأثير. اولا نجنبو نمشو الحمام ما نغسلوش في الجهة اللي سخونة. ونحاولو مني نغسله في الحمام من نكون وخرجين نغسله الجهة ديالنا بالمبارد. او ثانيا الصابون الاستعمال ما يكون فيه مواد كيموية يكون خالي بمواد كيموية. يكون صابون طبيعي. ونحاولو من قربوش الشامبون فيه مواد كيموية البشرة ديالنا. ودائما زيت اللوز يكون حاضر معنا. والمنجنبو نحاولو ندركو الوجه ديالنا بالزيت الكوك ولا زيت البلدية. يعني نحن هنا علش خسرت زيت البلدية وزيت الكوك يعنو مغنيين بالفيتامين او والفيتامين او من بين الفيتامينات اللي فيها واحد نسبة دي المضادات الاكسادة مرتفعة هي اللي كتحافظنا على البشرة على هاد الحد من الحمارة اذكرت بعض الامور اللي ربما كتكون خاطئ او اللي كنديروها الاسف الحمام بما فيهم مثلا يعني ذاك اللي كان بالكيس في الوجه لكن الوجه ما كيتحكش بالكيس خطأ يعني كتبان ننشوفيها اولا تقشير اولا يعني كتبان يعني البشرة التغير وكيكون يعني بتفاصيل هي ممكن انه انتفادوها لا ما نحكوش البشرة دينا احنا اللي درنا غير واحد تقشير طبيعي قبل ما نمشو الحمام احسن يعني مني كندير واحد تقشير طبيعي من الويفيرا والعصير دي البرتوقال يعني كناخدوه في مثل الويفيرا انا كننخدم بالورقة دي الهندية يعني ذاك الهندية اللي كان اكله ذاك الورقة دي الورقة دي لا كنجي منا واحد الكمية كنحكا وناخد منا ذاك المادة الهلامية جوج معلق وكناخد منا جوج معلق دي العصير برتوقال وكننضيف معها معلقة اما دي الثرارة دي القهوة ولا معلقة دي الروز مطحون كنخلط هذا تقشير طبيعي كنديرو على الوجه دي لي ونخلي واحد المدة دي الربع ساعة بعد كندير حركة دائرية تكنا نحاول نحيي داك الخلايا الميتة كلها وكنقشر الوجه دي لي بالطريقة الطبيعية كندهن بزيت الكوك والزيت البلدية عاد كنمشي الحمام بلا ما نحك في ذاك روقيتها الوجه دي لي يكفيني ان انا مني كنغسل كندير واحد السابون طبيعي لوجه دي لي ومن الي كنخرج كندهن بزيت الكوك هذه طريقة صحيحة باش نتفادوا جميع المشاكل اللي قدر تتعرض عليها البشرة دي لنا في الحمام يعني كيف ما تكرتها دي يعني كيفاش نعتدي بالبشرة دي لنا بشكل صحيح وخاصة خلال هاد الفصل تفاديا لا سواء نشوفيها او القشرة اللي كتكون في البشرة ولا حتى ذاك الاحمرار هي بالنسبة لك القشرة اللي كتكون على البشرة السيدة تتعرض بان مليك تكون ذاك القشرة والحمرار ان البشرة دي لنا واحد الفيتامين ناقص لها ومن اهم الفيتامينات اللي كتصححنا هاد المشكلة دا والفيتامين ا وفيك تلقوا الفيتامين اا تلقوا في كل الخضار اللي هي اللون دياله الحمر وبرتقالي بحل الجزر بحل القرعة الحمرة بحل المانغا بحل الماطيشة الفلفل الحمرار يعني السيدة اللي عند هاد المشكل ديال القشرة في البشرة دياله والحميره نجيب غير الفلفل الحمرار كان ناخده فلفل الحمرار واحدة كان حاولوا نقطعها تصار نديروها في الخلاط الكهربائي ونديرو معها كاس ديال الحليب من الاحسن يكون طبيعي لما إذا كان عندك الرايب البلدي دير الرايب البلدي كان طحنوا هاد المكونات هاد المكونات هادي كلها كان حصلوا حوث الكريمة اللي هي غنية غنية بالفيتامين سي مغنية بالفيتامين اا وهذا هاد الحليب جديد اعطيته لمستمعات ديالنا بجيستفدو منه في هذا الفصل هذا كان ديرو في تلاجة الاستعمال دياله يمكن تستعملو تلت يام اربع يام تاخد قطن وتمسح به الوجه دياله كل ما تجي تنعس بالليل هذا رائع القشرة وكذلك الحمرار ديال البشرة بالنسبة بالقرعة الحمراء غالي بان دياله كما كان قلوه ماناكي استعملوها غير في في الكوسكوس هنا كان اخدو الطرف ديال القرعة الحمراء وكنديرو معها طريف ديال ليمونة ونديرو في خلاط الكهربائي كيت تطحن مع معلقة ديال العسل الحور نديرو ككريمة الوجه ديالنا ضد التقشير اللي كيكون في هذا القشرة ديال البشرة وكذلك الحمرار ديال البشرة يعني هادو كلهم تبارك الله يعني مواد طبيعية حضرة في كل كوزينة في كل كل لجة يعني الواحد السيدات يحاولوا انهم يعتنوا بالبشرة ديالهم بال كل مرا يعني يستعنوا بحاجة بنسبة زويوت تكلمنا عليهم عاؤوضو انذكروا للسيدات بنسبة زويوت اه باش ممكن هذا السيدات يعني دهنو البشرات ديالهم بالتحديد يعني الوجه والعنق يعني في اللي انقم ينعصوا آآ ما شنو ما الاعدافات الزويوت إه الممكن يدهنو بها البشرة ديرهم اللي كتساعد في هذا الفصل اللي كتعتني بالبشرة وخاصة انو كين البنات وسيدات اللي عندهم بشرة دهنية. هي بالنسبة لزيوت كل زيوت اللي فيها واحد نسبة ديال فيتامين او والفيتامين سي كان دهنو بها الوجه ديالنا. هين زيت اللوز اللي مخصوش يتختانه في هذا الفصل هذا يعني كان اخدو زيت اللوز يكون طبيعي والسيدة لما عرفتش المصدر ديال زيت اللوز فين كاين يمكن لا تاخد غير تبحن واحد الكاز ديال اللوز نص كاز ديال اللوز تبحنو بالقشور ديالو وتضيف عليها اما زيت ارغان ولا زيت البلدية وتخليه واحد المودة واحد يومين ثلاثيام ومن بعد يمكن لا تاخد زيت وتبقى الدهن به الوجه دياله كل ليلة زيت الكوك كذلك يمكن لا تدهن به الوجه دياله كل ليلة بالنسبة لهذا الزيوت يمكن لا تديره السيدة اللي عندها البشرة الدهنية يمكن لا تديره السيدة اللي عندها البشرة الجفة غير هي بالنسبة للبشرة الدهنية يمكن لا تدهن به تبقى واحد ثلاثة ساعة اربعة ساعة وتمسح بالمورد بالنسبة للبشرة الجفة يمكن لا تبات فيه حتى الاصباح يعني تستفيد منه بهذه الطريقة جميع انواع البشرة يدهن بيهم بشكل يومي في الليل يعني حتى الصباح بأنهم يعني يغسلوا وجهة ديالهم يعني بصابونا إذا سمحتوا مستمعي لغدين توقفوا مع فاصل وغدين نرجعوا مباشرة قبلوا مكلمتكم الهاتفية مرحبا بكل تسألتكم تجميلية تجاوب عليها مشكورة جدا خبيرة شعر والتجميل حرية شويخ دائما على صفر خمساتين وعشرين ثمية وثمانين صفر صفر ستين واحد وستين تنين وستين اللي قناة بكم مستمعين مازال مستمر دائما رفقات خبيرة شعر والتجميل حرية شويخ اليوم كنتكلموا عليها كيفاش نعتني ونعلجوا بشرة ديالنا من مشاكل تجميلية خلال هذا الفصل فصل خريف وغدين ناخدوا المكلمات الهاتفية ونتعرفوا على كل تسألتكم تجميلية معنا أول مكلمة أسماء من فاس سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أسماء كذيرا الأختنات الحمد لله الله يبارك فيك بارك الله فيك مرحبا شكرا الله ويبارك فيك الله يجيزك بخير أنا عندي 13 سنة مرحبا وشعر ديالك كيتسقط لي واحد درجة ما عندي ما نقول لك وش مزوجة عاد زوجة كتسخدي منع الحمل لا ما كناخدوش أنا يا هبست شهر تالي كيتسقط واحد درجة كبيرة ولكن باين سابشنا هو سباغة درت سباغة ودرت مورها هلا مش اي ودك دكت شعريز فندنس صراحة كان شعريز وين وضيعتو يو المهم ماشي مشكل من الخطأ هذي تتعلمي من هاد الخطأ اللي درتي ما عندك لها فقرة دم لأولو لا الحمد بالله ما كنش مشكل ما عندك شي حاجة واخا أنا غني جاوبك بالنسبة للمشكل ديالك اولا ما تديري حاجة لشعرك حاول تديري شامبون طبيعي ديري شامبون بالتفاح خدي تفاحة قسميها على أربعة وخليها تغليف الممزيان غتصفي داك الموت تديري معها مع القضية شامبون الأطفال هذا باش تغسليه شعرك بالنسبة للزيوت اللي غد دهني بها شعرك بتاخدي زيوت ثلاثية اللي غد يتفيدك بزاف هاد المشكل هدا خدي زيت اللوز المر وزيت البلدية وزيت الخروع يعني الكمية متساوية وغد ديريهم في واحد القرعة تخلطيهم وتبقد لكي بهم شعرك وقبل ما تديريهم ديري الماد البصلة حكي البصلة خدي المادية لدهني شعرك ومبعد ديري الزيوت ثلاثية والقناع أي قناع درتي غدي يعطيك مفعول خدي صفر بيدة بلدية ديري معها مع القضية الزعتار ديري مع القضية العسل الحور خلطيهم وديريهم قبل ما تمشي للحمام ودائما تشلي دير الشعر شلي بازير ولا بزعتار بالنسبة للتغذي يركزي بزاف على الخضار واخدي الحوت بكثرة بعدين من الحاجة اللي فيها المقلية الحاجة اللي مقلية الحوت خوديه إما في الفران ولا مفور خدي لي سب بزاف دي الخضراء ومن بعد غادي نعطي لي سبلي غايفيدوك بزاف إن شاء الله في أخير الحسة دا والمشكل دا بديل السباغات الكيميائية يخص الإنسان قبل ما يديرهم يحاولي تلاتي شعرهم زيان تعتني بالشعر ديالو قبل ما يدير سباغة الشعر ما تأترش ضغبا ما تأترش بالفعل معنا هاجر من الدربدة قالو هاجر قالو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سباحكم بركة الله يبرك فيك هاجر شكرا آآ عفك عندي وحاجاج أسئلة لا ممكن آآ عندي تسعة تسر عام وعندي مشكلة يعني شعر كتاح لي بزاف من فهد الأيام الأخرة وسؤال تاني وأنه يعني فش كي وصل لبردو ولا فش كدخل السعي يعني كي ولي ناشف لي بزاف كيش بلي قصرة بيضة فوق البصرة ديالي واخا بالنسبة ما عندك شي فقر الدم اللي لا لا ما عنديش فقر الدم أنت بالنسبة المشكلة عندك خودي خيزويا وحدة حقيها المايديت تقريبا ثلاثة معلقة اللوز متحون واخد عقاب علقد الفسن الحور هذا القناع هو بقدرها ديالي الوجاه ديالك في الأسبوع الأول ديالي يوميا وحط الليلي تقريبا ثلاثت العسر للجزار ودري معها ثلاثت المعلقة ديال المورد ومعلقة ديالوجه وضيح نحتي بالليل د Rogi واحد الأسبوع ومن بعد ان شاء الله ما يبقاش عندك هذا المشكل غية تغذية حاوليت تخدي الخضر بغزيف خودي الفواكه خودي السوب ديال الخضراء بالحوت يعني كن ما ديري الشربة ديال الحوت ديالوا ديالي واحدد طرف ديال شرمة ديال الخوضة ديري معها ديالال حوتو وتتعودي يعني ديري هما شي دريها غير السيمنة ولا دوجوش ستمر فيها وديري العاصير ديال البربا والجازر يعني اخودي ربعة ديال البربا وربعة ديال الجازر وديري معهم ثلاثة ديال المعلاق ديال الزبيب طويبين في طرو ديال الماء من بعد لي كتطحنيهم مالقديا بليه زيتت الزيتت الأcheاanska السباح على طول نهار مدة أسبوع وأهم حاجة كيف ذكرت أن الواحد يركز على التغذية السليمة لأنه كتعامن بساف وهي الجمال فعلا هي الأساس وهي الجمال لأنه كي يولي الواحد أي كريم أو لقينا عداره على البشرة دياله ولا الشعر دياله ولا على الجسم دياله يعني كتكون عندها واحد المفعول واحد النتيجة اللي هي كبيرة وكتبان بالفعل هي دبا المشكل غالبا الناس كي هربو من الشمس كتحاول دايما نسيدة دير واقي شمسي نحاوله إحنا نخليه البشرة ديالنا تاخد لأذك الأشي عادي للشمس إلا كان الجسم ديالنا يعني فيه الفائد ومن الفيتامينات وخاصة الفيتامين تو والفيتامين دي حننا نعرفه المفعول دياله على البشرة ديالنا هر bicycle حافظente على الخلية ما كي خليش الخلية تستتات إحنا بني كن غطيه البشور ديالنا بالواقي شمسي كل أهر النار التغذية ما كييناش وكن غطيه وجه دياله من داك النا باقي شمسي إذا الجسم ديالنا ما يستفيد ما من الشمس وخاصة ديبا كتكون الشمس قليلة نحاول أن نراكزه على التغذية ونستهلكو ما أمكن الشيء الذي يكون فيه الفيتامين او. ايضا لنا نتخدم فوقه الجفة. اضعنا القرقى, الزبيب, السمك بكثرة. اضعنا الخضر والسطور والكروم واللفس في الورق. يعني نجده الجسم لنا يقاوم دربة للشمس. الذي سيضعنا الفيتامين بديه. الذي سيكون لديه مفعول جيد على البشرى. اما كتكون عنا السؤال التغذية المكلمة مزياناش ما كنديروش الرياضة وكنجي ونخرج وندروا واقي شمسي رابحة اللي كنعرضوه البشرة دينا الهلاك والتالاف والتجاعد والشيخخة المبكيرة ناكلوه مزيان ونشربوه المبكاترة وناخدوه الحاجة اللي غدي تقومنا ضربة ديال الشمس اللي كيكون عنده واحد المفعول جيد على البشرة دينا كننصحكم ديرو دائما اقنعة اللي فيها الفيتامين ا اقنعة طبيعية اللي فيها الفيتامين سي بحل دباللوزن السهل كهو والك دائما يكون عندنا في الاقنعة دينا يعني خاصة في هذا الفصل ناخدوه في مثل عصير الجزر ناخدوه ثلاثة المعلقة دي العصير الجزر ندروا معه 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 دي الكوكوم الطحون نخلطوه هذا القناع نديروه كل الليلة اللي ينبغيون نعسوه ونبعد نخليوه عشرين دقيقة نغسلوه البشرة دينا وندهنوه وجه دينا بأي عاصر عنا دي الخضر في الدار وإلى كان السباني خلاك المعدنوس إلي كان الكروم نبيته على وجه دينا هنا كان نغديو البشرة دينا بالفيتامين طبيعي اللي غادي يقدار يقوامنا الضربة دي للشمس باش كنتستفدوه من ديك الفيتامين دي اللي غادي يحافظنا على الخلايا دي لبشرة باش ما تتعرضش لتلف نوصلوا باقي المكالمات ونتعرفوا على تساؤل التجميلية دي لكل مستمعات معنا رشيدة من رباط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله رشيدة مرحبا لله الله يبرد في الله يخذيك أستاذ حرياك إيه مرحبا لله أنا عندي الشعار كين بتليفق فمي فبقندي اللي بفق فمي إيه دي بقى اللي تراث ديال عشرين عام بدك من التاف إيه واش كنتي كتديري للسيغ ولا نتاف لما كان ديرت حاجة كانت فغير من التاف ودرغت بحيشان ديس ضغبانة عسى الزلدك التعليف فق منه وليس كنصلك الجلزة ديالي ودرغت حالة شو هليه فمي لا حاولي ديري زيت الضراد هنيبي هو اللويل وخليه بس على الوجه ديالي سؤالي يقطع لي وخاصة يتصبعاني في رجلي دليمن في صباعي وتي تقشري وتي خرجلية مصمر الكيب في الصباع الكبير وفي الصباع اليحدة وخاة إيه شحل عمر ديالك عندي ربعين سانة العدسة هيا كتجيك عادية عادية أما بلا حرقة عادية تبني جينيش بالزافرة شوية ربعية معك ما عندكش مشكل فقر الدام ولا ما عندكش مشكل لا ما عندكش مشكل. كان كل مزيان كن دورس ثقو المديان بمكان مشيش قال الطبيبة انا ما عندش فكرة باش ما نبيرش مسويس مخي لا ولكن مشل وسويس. مشل وسويس. المسألة هذه اه اه كتبقى غير اه باش تحفظي على اتصحة ديالك. اي انا 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 كن حسنف سيهم بسي بايخير. انت نحس براسة بايخير اه استادة. اه محبة بالاعراض اللي اعطيتيني ديالي حكا في القدمين ديالك. تكون اشارة النقص لديك في جسم نحن نحاول نعطيك حمام القدمين ونعطيك القيناع اللي يديرها على البشرة وخاصة الناس اللي عندهم هاد المشكلة ديال الشعر على وجه ديالهم يركزوا بزاف على دقيق الدورة يعني دقيق الدراء والرايب يأخدوا معلقة ديال الرايب البلدي يجيبوا الحليب البلدي ورايبوه يأخدوا منه جوج معلقة ديال دقيق الدراء ويديروا مع شوية ديال الموارد يتخلط يتخلط هاد القيناع ويدرع الوجه الناس اللي عندهم هاد المشكلة ديال الزغب في الوجه دياله في مناطق غير مرغوف فيها باش كيستعدو إلا حيدوه بالخيط ولا بالنتسف ما كيبقاش ديك المسام مساعد باش كيستعدين ديك الليت خاص من لي لغدله كان حيدو ذاك الزغب كان حاولو يكونو عنا مكعبات من الجازر ولا من أي نوع ديال الخضار كنديروهم في القطن عاد كنكمدو بيهم ذاك المكان اللي فيه باش ما يبقى المسم كي تسد وما كي احتيله كبر مرة اخرى كي كبره ورقيق كان بخوم تبعوها الطريقة هادي حتى كي نحيدو ولكن يلا كان عندك بحيدة انا هنا انا كنقول لا استشارة طبية باش كتنفع نمشي نحاول ندير واحد تحليلات الهرمونات ديالي لانه هي قتلك العادة الشهرية يبسين عنده اربعين سنة والعدة الشهرية كتجيها اربع يامية قليلة هنا تحاول واحد تجعلن نصحك تدير واحد استشارة طبية وعنده اشارة ديالي حكا في الخدمين الحمد لله كتحس بصحة ديالي مزيان ولكن استشارة طبية خفيفة يعني غير طب العام وعادي يعني مشي بدرورة لانه احنا دائما كنتكلمو مع الخبراء والأطيبال يكونوا حاضرين معنا لانه الاستشارة طبية مخصص الواحد حتى انه يحس الجسم دياله في شي حاجة سواء ما تخرج منه او دم او مثلا كين حريق او لا كسعر كي كل جسم كيتكلم على انه يعني داوي وني ولكن قبل مالك تكون استشارة طبية الاقل يعني الطبيب كي يخرج تحاليل كفحوصات واحد يعني كتولي الوقاية خير بالعلاج هذا بالتغذية بالتغذية فعلا من جهة اخرى بالنسبة لها الدقيق ديال الدراف فعلا كان عرفوا الفوائد دياله الكثير اللي ممكن انه السيدات يدروا بهم حرشات يطيبوا بهم ديروا شربة القليا كذلك بالنسبة لوليدات الزوينة بزاف يعني حسن من هذا كل مقرمشات اللي كي ياخدوهم اللي فيهم مواد حافظة وفيهم مواد كيموية فبالنسبة للدقيق ديال الدراف بالنسبة للسيدات اللي ربما مثلا ما توفرش قريب لهم مثلا كيفاش ممكن انه على الاقل يجيبوا واحد الزيت اللي هو قريب ليه مثلا ياخدوا مع القد ديال مثلا يطحنوها يغربلوها مزيان تتولي منيلة او لحتدك الزيت ونبغي واحدة شي قيناع بالدراف لا هي بالنسبة للدراف نحنا كنعرفوا الدراف الدخيق الدراف يقدن الحرارة ديال الجسم الناس اللي عندون المشكل ديال اخصة الاطفال الصغر نحاولو نعطوها لوليدتنا الصغر ناخدوه في مثل الكاز ديال الدراف نحكو نديرو الماء يغلي نحكو واحد البصلة نديرو مع شوية المليحة نديرو شوية ديال ازير ندوروها بدقيق الدراف هذه الشربة نعطوها اعتبتنا السماء مثل الناس اللي يعانون حبيبات الذين يخرجون تلك الحبيبات على السخنة تقون لك للسخنة هذه مهمة وخاصة بعض الفتيات اللي تخرجون تلك الحبيبات على الاطراف ديال الفيم ديالهم بالنسبة للقينعة ديال الدرا كي خفضنا الحرارات تقول على الوجهة اللي كنشعون بها احنا كناخدوه في مثل معلقة ديال دقيق الدرة ومعلقة ديال الورد البلدي ودايما الريب البلدي نستعمل أي عاصر الخضار يعني اللفت الجازار الخيار أي حاجة نخلط هذا القناع هذا ونضيفه دائما الإضافة زيت الكوكاو ولا زيت اللوس هذا قناع رائع لحد من الحميرات التي تكون بعض المرات البشرة وخصصا في اليمد يكون سخونية طالعة لوجهه وحتى القوماج تقشير بالدراع تهوام ممتاز مع بيض بيضة بلدية يعني تخلطه ونحل الكريمة ونضيفه على الوجه ونضيفه الزيت ونضيفه حركات دائرية وبالنسبة للقدمين ديال الأخت نضيف حمام ونضيفه في الورق الجازار ونضيف بصلة واحدة ووجوج معلقة الشيح ومعلقة الملحة ونضيفه في الباني ونضيفه ترود المطيب ونضيفه برد قليل القدمين دياله وكي تحيد القدمين دياله من الحمام تكمسح بالفوتا وتاخد العصير وزيت اللوس العصير ديال الكرافس نضيفه الكرافس نأخده منه 3 هات المعلاق ومعلاق ديال زيت اللوس نخلطهم الدهن القدمين دياله وتستمر في هاد العملية ديال الحمام القدمين مرة ثلاثيام والكرافس وزيت اللوس يوميا تدهن بهم القدمين دياله وبالنسبة لهذا الشربة اللي نصح بهذا النس يديروها في هذا البلد هذا ناخده السبانيخ كنا نضيف الزعتر وقصبر حبوب ونستمر في هذا الوقت وخاصة تعشنا بها بالليل المستمع بوتين المهديكة والخليك عفاك عندي بنتي شعرها بوكلي نشف بزاف وبريد شي زيت اول شي حاجة كترتب مع العلم انه بنتي عندها اربع سنين وما كتبغيش دوك الماسكات التي يكونوا قبل من الحمام لا هي اقنطهم يعني يدير لماسكة من الحمام لا يقبل ما تبشي للحمام تاخد غير ملقة زبدة بلدية ومعلقة صغيرة دي العسل تخلطهم وديرها بحالي كدهل الشعر دي العادي ومبعد تغسل غيام اللي يكون شعره مازال فازك دهنه بزيت الكوك احسن زيت دي العسل تماموه ومعلقة زيت الكوكو نشف بالتخلطه وديرهم لها سعرها واتخلطه لما تغطي ومعلقة زيت الكوكو لها شعرها اه معنا ناخد اخر مكلمة لأسف مقاشنا الوقت نعيمة من مراك شاعلو نعيمة نعيمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا جيد جيد سعيدة للا سناء بالتواصل الله هبرك فك الأن نعيمة الاخير شكرا مرحبا بك. مرحبا لنا الشرف. الله يبرك فيك لله سنة. ابغيت نسول الخابيري لك عن ممكن. ايه تفضلي. عندي ستو عشرين سنة. امم. عندي تبارك الله جوج بنية. عاد ولدت بنية تانية. الله يكمل عليك. الله يبرك فيك لله. ابغيت غير نسول على مشكلة الكلف. امم. بقى لي الكلف ماشي في الوجه ديالي. الوجه بقى لي من خربك ما عرفت وش الكلف ولا شنو. ولكن الجسم ديالي كله هو فيه الكلف. بالخصوص البطن ديالي. اه قبل من الولادة كان فيك او حتى ولتي? لا احتى في الولادة في الحمالك يكون فينا دايما هاد المشكلة هادف ديالي. شحال دي باش ولتي? شحال دي باش ولتي? تقريبا عشرين يوماتي. مازل مازل. غادي تحيد. غير انتي. عبلي تاخدي زيت اللوز. الله يكمل عليك. غا تاخدي زيت اللوز والعصير ديال الخيار. غا تاخدي في مثلا الخيار غا تحدي العصير ديالة المعلاق والاربعة. ودير معهم جوج معلاق زيت اللوز. وتبقى دهني بهم كل ليلة الجسم دياله كله وخطبتي به مش مشكلة. بالنسبة للصربة حاولي تاخدي القرعة الحمرة. وتاخدي اللوبيا الخضرة. يعني رابعة ديال اللوبيا الخضرة. وربعة ديال القرعة الحمرة. وتزيد مع هكاس ديال الشوفان. مهم كالطيبة هاد الخضر هم الولاء وكتدوزي وكتدوريها بالشوفان. وتنسميها دائما اما بالزعتر او للقصبر حبوب. ويلا بغيت الاضافة الضفيلة ضفيلة القرقع. لانه غا تتعطيك الجسم ديالك اللي كي. الفيتامين اللي غا يعادل جلك هاد المشكلة ديال الكلف. ودائما كل ما تغسلي دهني الجسم دياله كله بزيد زنجلان. من بعد الحمام. دائما نغسلي مسحي الجسم ديالك بزيد زنجلان. واخا. اذا خبيرة شعر والتجميل حرية شوية. كنشفرك بزاف على كل هاد نصائح تجميلية اللي قدمتي لسيدات اليوم كيفاش اعتني ابو البشرة ديالهم يعالجوها من المشاكل التجميلية خلال هاد الفصل ديال الخريف. آآ شكرا لكم وسمعنا للحسن المتابع والايسي مع البرنامج اللي مولاتي. لكم تحية وفا فائز. رفقتنا في الاخراج. لم يقل بكري وصابير فوندا في البرمجة الموسيقية. سمح اشو بمشكورة جدا في استقبل مكالمتكم الهاتفية. انتمنوا لكم صباح مبروك برفقتنا على ميت راديو الاداعة القريبة منكم.